نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع رئيسة مؤسسة بيروت انستيوت السيدة راغدة درغام قبل ما نحكي عن التفاصيل الداخلية الحدث كان رياض رحنا على فرنسا في جولة عربية للرئيس الحريري الجامعة العربية اجتماع وزراء الخارجية العرب بيئة القاهرة التحضير لهذا الاجتماع دعت لأله السعودية تحت عنوان موضوع التدخلات الايرانية وبالتالي يقال قد تحتدم الامور وستكون هناك مواقف عالية السقف من السعودية ومن المشاركين ولكن ايضا قد يكون هناك بعض الردود يلي قد تأخذ الامور هذا امتحان كبير للجميع للجامعة العربية للمملكة العربية السعودية للبنان لإيران لأنه في هذه المحطة في الواقع تنحكي سعوديا أولا تحتى كون أنا واضحة برأيي بالموضوع السعودي ومطالب بماذا يطالب السعوديون اللبنانيين يعني إذا كان الطلب السعودي أنه هو يسحب الغطاء الشرعنة عن حكومة كان فيها طرف يحاربها بفهم لأنه هذا شيء مفهوم أما أن تطالب السعودية أن يكون لبنان هو مثلا أن يصنف لبنان الرسمي أو الشعب أن يصنف حزب الله إرهاب هذا مطلب غير غير يعني فعلا لا لزوم له لأننا في معادلة داخل لبنان نفهم أنه عندنا مشاكل ولكن لا نستطيع أن ندخل في هذه المتاهات يجب أن لا نطالب بأن ندخل في متاهات تصنيف حزب الله أو غير حزب الله إرهاب صنفوا كما تريدون ولكن لا تطالبون بمثل هذا التصنيف لأن هذا وسيلة إلى الانهيار ثم أن الموضوع اليمن مثلا وسائل معالجة موضوع اليمن هي في متناول الولايات المتحدة وهذا ما سيحدث هناك تكثيف في العلاقة السعودية الأمريكية في موضوع اليمن أفهم أن تطالب السعودية اللبنانيين بالسحب أو نزع الفتيل من خلال مطالبة أو من خلال أن يمون الرئيس عون على حزب الله ويضع يعني ليسلن سحب اليمن من أجل لبنان يعني هذا أفهم هذا الشيء وهذا أعتقد أنه من واجب الرئيس ممكن يجب أن يفعل يعني نحن كلبنانيين نحن نريد أن نطالبه بما هو أدى القسم عليه يطلب من الرئيس روحاني لانسحاب حزب الله من اليمن نعم لما لا؟ لما لا؟ من أجل مصلحة لبنان؟ لما لا؟ هذا رئيسهم لبناني إذا كان يرى أن نزع الفتيل وحماية الوطن اللبناني تأتي من خلال إقناع حزب الله بغسل الأياده من اليمن إيران عندها منظمات يعني تنظمات عسكرية باراميلتري من أين مكان فلتستخدم غير حزب الله الآن ليس من الضروري أن يكون حزب الله في اليمن ليس من الضروري أن يدفع لبنان ثمن اليمن وهذا ما سيحصل إن لم يستدرك لبنانيون على رأسهم الرئيس الجمهورية أما في جامعة الدول العربية فيجب أيضا على السعودية أن لا ترفع السقف لدرجة أن يكون لبنان يعني أن يكون من الدول المنهارة الدولة من ضمن الدول المنهارة لأن هذا ليس في مصلحة السعودية على أي حال صحيح سندفع الثمن غاليا ولكن ليس من المصلحة السعودية أن يتحول لبنان إلى دولة منهارة الحكمة تقول بالتأني والتريس والحكمة أيضا من طرف اللبنانيين يعني أن لا يذهب وزير الخارجية إلى وزير الخارجية لبنانية إلى الاجتماعة جمعة الدول العربية يجب أن لا يذهب دعني أكمل إذا أشعر من الحكمة أن لا يذهب وفي جيبه التصعيد مثل ما صار سنة المام تماما يعني إذا ذهب بمثل هذه النظرة الآن وبمثل هذا التصرف الآن هناك خطر يعني خطر على لبنان ليس خطر عسكري بالضرورة بقدر ما هو خطر في حصار حصار اقتصادي يعني بنهاية المطاف يجب أن لا نلوم السعودية فلفينا مثل قطر ستراغدة بصير وضع لبناني مشابلة القطري يعني قطر عندهم مصاري نحنا شو عنا مؤقتا من ضاين سنة يعني من ضاين شي سنة زمان عال وبعدين يعني أنا كتر خيرهم المصرفيين كلهم عم بيهتمنون أنه ما تخافوا ما رح تنهار الليرة ما رح يصير شيء طب كتر خيرهم بس صراحة طب تدعين القصة سنة وبعدين ولكن حرص المجتمع الدولي أمريكا وروفا على استقرار في لبنان وين بيروح يا أخي أي استقرار ما هو طرف الأمريكي طرف معل سعودي بأنه تصنيف حزب الله بمجتمع جاين إرهابي واتخاذ الإجراءات ضده وتحميل لبنان مسؤولية الاستمرار بتأمين الغطاء لحزب الله من عبر حكومة شرعا تلك التدخلات ما هذا هو القرار الدولي يعني محاقبة لبنان بشكل جماعي يعني شو بدك يهون يعمل مؤسساته بدولته شو بدك يهون يعمل أو بيعملوا حرب أو بيعمل نحن حرب نحن تنكون واقعيين تنكون بس واقعيين وهذه ليست تبنيات إطلاقا إنما تخوفات صراحة إنه مجبورين فينا العالم مجبور فينا يعني بهاية المطاف إذا كان القرار اللبناني هو التصعيد إذا كان القرار اللبناني مستمر في رفض التطبيق النائب النفس رفض سحب التدخلات بل أن الإصرار إذا هو على التدخل في ما يدق بالأمن القومي لهذه الدول طب ليش هني بدون يقبلوا فينا يعني ليش تتسامحوا معنا تكونوا واقعيين منطقيين نعم ما يعني نحن طفح الكلم من طريقة تتعاملهم معنا السعوديين بطريقة يعني جعلتهم غير حساسين لحياكة العلاقات مع الشعوب اللبنانية والإيمانية هنا يعني في حاجة للتطوير وتفاهم وطقة البنية البشرية وأهميتها في العلاقات الدولية ولكن بالوقت زيته ما فيك تقول لدولة أنت انسي أمنك القومي يعني بس تجاوب بمعنى لأنه نحن شخصنا كيف نحن شخصنا علينا أن نتخذ القرارات وهنا تأتي التحديات التي سترافق عودة الرئيس الحريري إلى الولاي بدي أحكي عن عودة الرئيس الحريري ولكن في جولة لوزير الخارجي جبران باسيل مواكبة مع ما يقوم به الرئيس الجمهورية الرئيس ميشيل عون وقلت كم موضع تقديره ولكن عندها تعالية السقف لأنه بالآخر أيضا انتفح معه الكيل لرئيس الجمهورية أنه ناطرين بعد هاليومين وبعد هاليومين رجع قال لأ بالموضوع فيه شي غير واضح وضبابي وبالتالي كان التحرك الخارجي وهون بتحضر لبنان من الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لا بالطبع لأن سيحاسب لأنه مطالب حيطلبوا بشي تاني صح لو توجه لبنان إلى مجلس الأمن بموضوع اللي كانوا يعني كان عنا فكرة احتجازه وحرية وعنده حصانة مع عائلته لو توجه لبنان الرسمي إلى مجلس الأمن في موضوع الرئيس حريري بناء على ما كان يقوله الرئيس ميشيل عنو وزير الخارجية جبران بانوحي لا أعتقد أنه لكانت تحركا فاشلا فاشلا بكل معنى الكلمة لا أعتقد أن مجلس الأمن كان سينعقد على هذا الأساس واحد إذا كانت مشاورات ستطالب لبنان أن يكون جديا وينفذ قراراته يعني بما في ذلك مثلا في ضمن القرارات 1701 وبسط الشرعية اللبنانية والسلاح اللبناني حصرا على كل أنحاء لبنان ترسيم الحدود مع سوريا يعني كل هذه الأمور لبنان لم يتطبقها والمجتمع الدولي صامت إلى حد ما أنت تعرف أن الأمينة العام أنتونيو جوتاريش هلأ عنده مراجعة انتقد كثيرا الأداء اللبناني في تطبيق القرار العالم يتساهل معنا حراسا علينا ونحن نتمادى يعني كفى الآن قطعنا المرحلة ستراغدة في لزوم بعد الجولات من شين دول العالم بموضوع الرئيس الحريري لا أعتقد أعتقد أن الرئيس الحريري وأنا هنا نجحت يعني حتى قيل أن فرنسا كانت مستعدة للتوجه إلى مجلس الأمن للشكوى يعني أنا لما سمعت هذا الحكي استغربت من أين بيجيبوها الكلام؟ أنت بتعتقد أنه فرنسا كانت ستهدد علاقاتها الضحمة مع السعودية من أجل أن تلبي طلب مع احترام الكامل للوزير الصديق جبران باسيل بس أنه كانت راح تتحرك بمجلس الأمن؟ لا يعني ما أبدا كانت ورنسا بدافع صداقة بدافع المونة خاصة لأنه خاصة لأنه الوضع لم يكن واضحا على كل حال أنا أريد أن أقدر للرئيس ميشيل عون حرصه على أنه كان خاصة في البداية ولا النهاية في الواقع مع عدد التصعيد الأخير أنه كان حريص أن يسير بالأصول الدستورية والدستورية نعم وأقدره هذا الشيء وهذا ما نتوقع منه دائما يعني ليته يسير دائما في هذا المصار لأننا في حاجة إلى حكمته ووعيه ولسنا في حقيقة أي مواقف متهورة خاصة على مستوى الرئاسة تهدد لبنان وهذا ليس وقت هذا أي تهور مهما كان عم نحكي بعد الاستقالة ودخلنا بالموضوع اللبناني الرئيس بري العنوان لافت كما جاء بصحيفة الجمهورية بدأت الأزمة السياسية قد نكون يعني خلصت الأزمة لنقول الرئيس الحريري بالرياض دخلنا اليوم بمضمون الاستقالة زميل نديم قطيش بشرق الأوسط بقول وما قاله الرئيس الحريري عن تسوية حقيقية ونهائية يعني موضوع سلاح موضوع سوريا والعراق يمكن نخفه لكن هو الموضوع اليمني تحديدا وبالتالي يطلع رئيس الجمهورية على مضمون الاستقالة بيشوفه للرئيس الحريري بأسر بعبدة ومنبلش النقاش كيف؟ هذا مسار النقاش لو أن حيودي هلأ أنا فتح بالقصة اللبنانية اللبنانية لأنه أنا مني يعني خبيرة نحن هلأ القصة كده لأ قصد بتفاصيل إنه أنا لا أرى كيف يعود سعد الحريري عن استقالاته إذا لم يتم تبني إذا لم يتخذ رئيس الجمهورية مواقف واضحة تعيد تأكيد مبدأ النائب النفس وتأتي على أساس تعهدات منطلقة من محادثات وإذا حبيت تنطلق من أنه تمكن من أن يمون على حزب الله في اليمن ولا أرى كيف ذلك تقولين بأحد مقالاتك أنه قادر أنه يمون هو قادر لو اختار لأنه عند إذن يختار مش موضوع اللبناني اللبناني بين حليفين لا تبعا أنا لا أقول أن القرار وحده عائد إلى رئيس الجمهورية أو إلى حزب الله بالتأكيد قرار مصير تصرفات حزب الله تعود إلى تهران بالتأكيد وربما الحرس الثوري أكثر من روحاني لنكن واضحين في الأمر ولكن واجب ومن حق رئيس الجمهورية أن يتصرف ليس كفريق ليس كطرف في فريق وإنما كرئيس جمهورية أمامه التحديات الواضحة عليه إنقاذ هذا البلد إذن عليه أن يخرج من كونه أو على الأقل الانطباع عنه بأنه جزء من فريق لحد الآن رئيس الجمهورية لم يتصرف إلا كرئيس جمهورية لبنان لا لا أنا كيف تقول ذلك وهو كان قد أوضح أنه يريد استمرار سلاح حزب الله إلى حين حل القضية القضية الشرق الأوسط برمتها هذا ليس موقف متفق عليه لبنانيا هنا دخلنا بكلمة لا لا هذا ليس لا 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 هذا الراعي الذي قال لأ وعد راح السعودية وناطر لا يرجع يوضح له كمان دخلنا دخلنا بأزمات داخلية ستراهن نعم نعم خلافات اهتزاز تحالفات حتى بالداخل هذه الأزمة هل أد؟ بالتأكيد يعني خلقة كل الموازين لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل الوضع الراهن يعني مستحيل حكومة التسوية بتصرفها كما تصرفت بالنمط الذي تصرفت به أوصلتنا إلى حيث نحن والمسئولية على الجميع بما فيها على سعد الحريري أنا لا يعني فإذا وصلنا إلى هنا وأنا أعتقد أنه الآن نحن في حاجة إلى فكر ووعي للإنقاذ مع فكرة الإنقاذ وليس التصعيد إنقاذ البلد من السيناريوهات المحتملة ومن هنا يعني بكل تواضع كمواطنة لبنانية أتمنى على رئيس الجمهوري أن يتخذ مواقف تكون أكثر تجانساً مع المصلحة اللبنانية من الحسابات السياسية صح أنه إيران هي صاحبة القرار الأساسي ولكن هذا يتنافى مع ما تفضلت وقلت لي أنت قبل قليل أنهما يقل أن إيران لا تتدخل يا أخي كيف لا تتدخل وهي تعطي القرار حزب الله عائد إلي هنا فقط إشارة ما كتبه إبراهيم الأمين بالأخبار ينبغ الأخذ بجدية بكلام مصادر رفيعة بأنه الأمريكيين وبعض الغربيين للجانب السعوديين يبحثون عن بدائل عن رئيس الجمهورية وطبعاً مش هيكون من الأسماء المطروحة في حال حصول هذا الأمر هذا يمكن يتطلب خراب بالداخل اللبناني لمجيء رئيس جمهورية جديد كيف أنا أفهم كيف هم سيأتون برئيس جديد يعني أنا أفهم أن سياسة التخريب عاطلة ولن تكون مجدية إن كانت إيرانية أو سعودية أو من عن طريق الرئيس عون أو عن طريق الرئيس الحريري يعني التخريب كستراتيجي يجب أن ينجو لبنان منه ولكن أن يقال حصراً أن الآن أصبع في يد السعودية أن تزيل هذا الرئيس وتضع ذلك الرئيس الحكومة يعني ما لش يسمح لنا فيها لو بدون لو قادرين بيعملوها في توازنات بالداخل اللبناني طبعا في توازنات في الداخل اللبناني في بنهاية المطاف حتى لبنان غير متروك رغم كل الإستراتيجيات لبنان غير متروك نعم نعم ونعود إلى الموضوع الأساسي واللي هو أين هو لبنان الرسمي من الإتزامات الدولية وأين هو التصور اللبناني لموقع حزب الله العسكري العسكري في الدول الأخرى مقارنة مع مستقبل لبنان السياسي سأتوقف معك لاستراحة نعود لما تبقى من وقت معنا لمتابعة كلام بيروت ابقوا معنا مشاهدينا